حدثة أليمة جدا تعرض لها شاب في العشرينات من عمره كان كل اللي بيعمله انه هو بيقوم بدوره في الموقع هو مهندس فكان في الموقع بيمارس دوره بشكل طبيعي بيقول لكل شخص يعمل ايه في الموقع ده المعروف عن مهندس الموقع لكن مع الاسف توفى النهاردة وهي حدثة يعني متعمدة وفقا للروايات اللي اتحكت من زماي المهندس اسمه فادي نبيل طبعا بنقدم كل تعزياتنا لأسرة المهندس فادي وفقا للروايات اللي اتقالت لشهادة أصدقاءه وأصحابه اللي كانوا موجودين ايه اللي حصل بالزبط الفادي هو كان في الموقع بيدي بعض التعليمات لسواء اللودر اللي هو اللي هي الشوكة او يعني الكبشة اللي هي بتبقى موجودة في الموقع علشان تنقل بعض الأشياء علشان يقوم بدوره في حاجة معينة بيدي له تعليمات طبيعية جدا فجأة الكل بيتفاجئ ان اللودر ده والسواء ده بيرفع المهندس فادي من على الأرض وبيرميه يعني بعد ما رفع على ارتفاع عالي بيرميه على الأرض وبيكمل عليه بينزل عليه أكتر من مرة لحد ما توفى الواحد مش عارف يقول إيه الحقيقة على حدثة بهذا الشكل وده يعني قتل عمد وفقا لشهادة الشهود يعني احنا بنحكي القصة والكل أكيد أراها بالفعل على السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت ده المعلومات الأولية اللي عندنا لحد دلوقتي يعني أكيد مش من باب الصدفة ان هو بيغبط ويشيله طب يعني خبطه لو هو مش قاصد لكن مش قاصد كمان ان هو ينزل عليه أكتر من مرة باللودر اللي هو سيقه فهنا احنا بنتكلم فيه قتل عمد جريمة يعني مكتملة خلينا نقول مع الأسف فارق الحياة فادي وما قدروش ان هما ينقذوه يعني فكرة ان الإسعاف كانت حتى توصل للمكان وصلت بعد فترة ولأن ده موقع وفيه بواقي حديد في الأرض وكل الأشياء اللي بتبقى بتستخدم يعني في البنى حتى كويتش عربيت الإسعاف فرقع فحصل تأخير أكتر فللأسف فادي فارق الحياة هذا الشاب اللي حضراتكم شايفين صرته على الشاشة في العشرينات من عمره زي أي شاب بيكتهد زي أي شاب بيحاول أنه يكسب لقم تعيشه ومش بيتأخر في شغله ولا بيعمل أي حاجة غيره أنه هو بيقوم بوظفته في موقع البنى أو موقع العمل مع الأسف النهار ده فقد حياته نتيجة ايه بقى ده اللي احنا مستنين نعرفه طبعا من التحقيقات ايه دوافع هذا الشخص اللي قتل فادي ليه عمل كده هل كان فيه خلاف سابق هل كان فيه أي شيء ما بينهم محدش لسه يعرف كل التفاصيل لكن بنقدم تعزياتنا طبعا لأسرة هذا الشاب الجميل حضراتكم شايفين صورته على الشاشة المهندس فادي نبيل للقى حتفه النهاردة على يد سائق اللودر في الموقع اللي موجود في منطقة التجمع النهاردة أمرت النيابة العامة بحفص سواء اللودر لمدة أربع أيام على زمة التحقيقات طبعا احنا مستنين نعرف نتيجة التحقيقات علشان يتم توضيح ما طبيعة يعني دوافع هذا الشخص علشان في الآخر نشوف هذه الجريمة البشعة وهل كمان فكرة السلامة والأمان المفرومة موجودة في المواقع الهندسية كانت كل شروط خاصة بهذا الموضوع متوفرة ولكن فيه أي شيء محتاج أنه يتم إعادة النظر له مرة تاني كلامنا ده بناء على بيان نقابة المهندسين أصدرت النهاردة النقابة بيان بتنعى فيه طبعا وفاة المهندس فادي ونعى نقابة المهندسين المهندس طارق النبراوي في بيان رسمي وفاة فادي نعى بكل الحزن والأسل مهندس فادي نبيل مخايل الذي وفته المنية إسر حادث أليم أثناء أداء مهام عمله في أحد المواقع فيه القاهرة وقدم خالص العزاء لأسرته وذوي ولكن أكد نقابة المهندسين أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم ضياع حقوقه ومن بين الإجراءات المهمة أولا توجيه للجنة المسندة القانونية بسرعة التعامل مع الحادث والبدء في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية حقوقه تاني توجيه هو للجنة السلامة والصحة المهنية أنها تقوم بالتحقيق في الواقع وتراجع إجراءات الصحة والسلامة المهنية في هذا المشروع إذا نحن شايفين توجيهات مهمة من نقابة المهندسين بعد هذا الحادث الأليم اللي فقد في حياته المهندس فادي بناء على هذا البيان فيه توجيهين توجيه للجنة المسندة القانونية تقوم بكل الإجراءات القانونية عشان تحفظ حقوق هذا الشخص اللي توفى وكمان للجنة السلامة والصحة المهنية تحقق هل المشروع ده متوفرة في كل عوامل السلامة والأمان لأي شخص متواجد فيه الناس دي مش بتتأخر عن شغلها وأقل حقوقهم أن تكون متوفرة كل العوامل اللي تضمن ليهم أن هما يكونوا في بيئة آمنة في بيئة ما فيهاش أي خطورة على حياتهم ما فيهاش أي حاجة بتقول أن هما ممكن يفقدوا حياتهم داخل موقع العمل حتس أليمة جدا طبعا لقط تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي الكل زعلانك كل مستاء مهندسين وغير مهندسين شاب زي ما قلنا الكل بيشهد لي بالأخلاق الطيبة بأن هو كان شاب طيب جدا الكل قال الحقيقة ده على فادي فتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي وهاشتاج تم تتشينه النهاردة حق فادي لازم يرجع دي قصة المهندس فادي اللي فقط حياته النهاردة أثناء تادي تعملوا في منطقة التجمع منقدم تعزياتنا مرة تاني في وفاته ترجمة نانسي قنقر